أهلا بكم لما خلق الله الخلق كتب فوق عرشه إن رحمته سبقت غضبي يقول ابن القيم في تفسير الرحمن على العرش استوى الله سبحانه وتعالى استوى على أوسع مخلوقاته بأوسع صفاته في سورة الفاتحة ذكر الرحمن الرحيم مرتين وذلك للدلالة على رحمة الله سبحانه وتعالى الواسعة وليعطاء كل الرجاء والأمل لكل عاص وتائب طبعا حضرتك تعرف عدد صور الكرآن الكريم عددها 114 صورة لو سألت حضرك سؤال صغير وقلت لك إيه هي الصورة الوحيدة اللي سميت باسم من أسماء الله الحسنى هدي لك فرصة تفكر هي صورة الرحمن معروف لنا جميعا أن رحمة الله سبحانه وتعالى مقسمة لمائة جزء أمسك الله سبحانه وتعالى 99 جزءا ليوم القيامة وأنزل إلى الأرض جزءا واحدا بهذا الجزء يتراحم جميع الخلق ولماذا 99 جزءا إلى يوم القيامة لأن في هذا اليوم لا يحتاج الخلق سوى إلى رحمة الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم يشيب الولدان وفي هذا اليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه قال الله عز وجل في الحديث الكدسي أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته من فضلك بر والديك وبر أهلك ومعلوم لنا أن الراحمون يرحمهم الله ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومعلوم لنا جميعا قصة الرجل الذي رأى كلبا يلهث من شدة العطش فسقاه فشكر له الله وأدخله للجنة خد بالك الرحمة مش مجرد أقوال لا دي أفعال كمان مش كفاية نحن نساند اليتامة والفقراء والأرامل والمساكين بالقول لازم نبذل المال والوقت هناك العديد من صور رحمة الله بنا زي كوننا مسلمين موحدين برحمة الله سبحانه وتعالى ومن صور رحمة الله الأخرى ستر أعمالنا وذنوبنا عن غير الله سبحانه وتعالى فلا يعلمها إلا الله والملائكة التي تكتب ما لنا وما علينا ومن صور رحمة الله سبحانه وتعالى أن الحسنة بعشر أمثالها وأن السيئة بمثلها ومن صور رحمة الله بنا أن الرزق مقدر ومكتوب قبل الميلاد فلا يرتبط بطاعة أو معصية ولا يرتبط بإيمان أو كفر ومن رحمة الله بنا أن عذاب أهل القبر يسمعه جميع الخلق عادة ثقلين الإنس والجن وأما عن الرحمن والرحيم فهما وصفان لله سبحانه وتعالى وإسمان من أسمائه الحسنى مشتقتان من صفة الرحمة وفي المعنى بين الرحمن والرحيم أن الرحمن ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلق في الدنيا وللمؤمنين يوم القيامة أما الرحيم فذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين يوم القيامة الرحمن اسم علم على الذات الإلهية لا يطلق سوء على الله سبحانه وتعالى الحقيقة كان في واحد بس أطلق على نفسه رحمن اليمامة هو مسيرم الكذاب لعنه الله أما كلمة رحيم فتطلق أيضا على الخلق كما أطلقت على الرسول صلى الله عليه وسلم في الآية التي تقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم جزاكم الله خيرا